أهلاً وسهلاً بكم في الأجندة على إثر الفشل النسبي لثورات الربيع العربي وقع الكثير من الشباب العربي النقي الطموح فريسة لأمراض الاكتئاب واليأس والقلق والتشاؤم عندما شاهدوا الثورة المضادة تصادر حقوقهم وأحلامهم وتغلق أمامهم أبواب المستقبل الكريم الذي ينشدونه وتحكم عليهم بالبقاء في أكبية السجون الكبيرة التي تسمى أوطاناً عربية من باب تسمية الأعمى بالبصير وآخرون منهم ومن باب رد الفعل العنيف على الفشل وقرروا الكفر بكل المسلمات التي ورثوها عن مجتمعهم المجتمع العاجز المتخلف وخصوصاً المسلمات الدينية بعد فشل تيار الجماعات الإسلامية في تحقيق وعودها غير المعلنة للمجتمعات التي عولت عليها عولت عليها في تحقيق بعض المهام والأجندات وقبل ذلك فشلت هذه الجماعات في التنبؤ بما حدث وسيحدث ومواجهة كل ذلك بخطط مدروسة وجدوا للشباب أنه ما فيش جماعات تخطط للمستقبل ولا هي عارفة ما الحاصل في جوف هذه العاصفة التي ما زالت ردات فعلها قائمة حتى الآن أو قائمة حتى الآن منذ العام 2011 يتآكل وجدان الشباب العربي ويتآكل صبرهم وشجاعتهم ويتحولون إلى أجساد تقطنها أرواح بائسة يائسة وهذه طبعاً خسارة جسيمة لأي أمة من الأمم تستحق منا أن نكف معها وقف التأمل وهذا هو موضوع هذه الحلقة فكونوا معنا سأبدأ هذه الحلقة بحكاية حقيقية رواها العالم المصري والأمريكي والمعروف فاروق الباس الذي يشتغل في ناسا الذي عمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر كان هذا عمله كان يختار مواقع حبوط المركبات على سطح القمر اللي هو وكالة الفضاء الأمريكية وقد خلدته وكالة الفضاء الأمريكية بأن أطلقت اسمه على أحد الكويكبات أصبح لدينا الآن كويكب صغير اسمه الباز هذا الرجل حصل على الدكتورة في علم الجيولوجيا من إحدى الجامعات الأمريكية في عام 1964 يعني بعد ثورتنا بسنتين والآن لديه أكثر من خمس شهادات دكتوراه من جامعات مرموقة الرجل عاد بعد حصوله على الدكتوراه إلى بلده مصر في 1964-65 علشان يرد لبلدها الجميل ويشارك في خدمتها وهنا تبدأ قصة مأساوية يرويها هو بنفسه عن نفسه وعن صديقه قال ذهبت إلى وزارة التعليم العالي لأستلم الوظيفة التي تناسب تخصصي اللي هو دكتوراه في الجيولوجيا وإذا بهم في وزارة التعليم العالي يقولون له الوزارة أحالتك لتدريس الكيميا في معحد السويس سألهم ما علاقتي بالكيميا أنا حاصل على دكتوراه في علم الجيولوجيا مش في الكيميا قالوا هذا الموجود ما فيش غيره قرر الذهاب إلى مكتب الوزير للتحقق من الأمر لكنه لم يستطع الدخول على الوزير ونصحوه بالبحث عن واسطة توصل للوزير لكنه لا يعرف أحد قال أنا مش عارف حد أنا طالب جاي من خارج ما عارفش حد أو بلا صح دكتوراه حين معدوش طالب ظل يتردد على مكتب الوزير ثلاثة أشهر دون جدو حتى التكى مصادفة في ديوان الوزارة بالمستشار الثكافي لمصر في أمريكا كان المستشار هذا يعرف الباز باعتباره من الطلب الناشطين عرض الباز كضية على المستشار فإذا بالمستشار يقول له أنت روح استلم العمل وتعال بعد أسبوع وأنا دخلك على الوزير يصلح وضعك لا تعاندش روح استلم العمل قال له الباز خلاص تمام كان الدكتور البازي وقتها يمر بظروف مادية صعبة جدا وكان بحاجة ملحة للوظيفة ذهب الباز إلى المعهد لاستلام العمل عبأ البيانات ومضى عليها وكرر العودة إلى بيته وهو نازل في سلم المعهد وجد بالصدفة وجد زميناً كديماً له حاصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية وأفضل أن أترك بقية القصة يرويها الدكتور الباز بنفسه وإن كان المقطع طويل شوية يعني حوالي ثلاث دقائق بس إحنا ما ورناش حاجة الاستماع إلى القصة من فمل لها مذاك آخر بطعم الوجع تعالوا نستمع إليه على السلم أقابل لواحد زميلي أنا كنت معيد في الجيولوجيا في جامعة السلوط وهو كان معيد في الفيزياء قال ليه يا فروق إيه اللي جابك؟ أنت بطنع رحم في القناة إيه اللي جابك؟ طول الله الدكتور مصطفى كمان طول وقال لي تروح استلم العمل وتعالى وأنا أدخلك قال لي آه تقع في الفخ يا بطل قلت لي فخ إيه؟ قال لي طول ما أنت استلمتش العمل ما عندهمش عندك حكم يوم ما تستلم العمل هيجبوك هنا بالبليس زي ما كانوا بيجيبوني مانية الساي و ساعة ستة صبح يخبطوا على الباب و أصح حمدة و أم كانت بترتعب لأن أنا استلمت العمل وأنت بما لهذهب و هو أنت في أمريكا Я عندي دكتوراه في الفيزياء النووية نيوكلين الفيزياء النووية في الدكتوراه أنا بيجي هنا در صوت وضوء در السиюيب أندام؟ صوت وضوء صوت وضوء مращوى في الفيزياء البداييات إن ما هو الضوء وما هو الصوت εται كيف تسمعونه الصوت و دكتوراه في الفيزياء الناوية دكتوراه في الفيزياء النووية من روسيا من روسيا ما إحنا كنا فميارنا فروسيا باقطته دكتوراه في الفيزياء النووية departmentيجيولوجيا من أمريكا إس وو Sameer والراجل بيقول أنあ соб intel is a baby أنا بقيت خرأ مبلول انت باصي على خرأ مبلولة وأنت بتجيلي الدавать من برّه وächstس برميها في الزبالة لأنني لا أستعقش أبدأ عليها أين إختبت محطم محطم قال لي أنا كراهت نفسي أنا كراهت البلد ووشه بتدقى يخر عرق وجسمه يتهز وقعد على السلم اهتيالي كانوا حيموت في اللحظة ده انا قعدت جنبه يجي نص ساعة عالمه هدي الراجل عقله اختالي فقاله سنتين بيدرس صوته ده ومعه دكتوراه في الفيزيون نوري رحت طالع الراجل اللي انا استلمت عنده العمل قلت له الناب الورق اللي انا عملته عازي صغير فيه حاجة قلت لي ايه قلت له بس اولي الورق اداني الورق قلت له سيب عليكم انت اللي شفتيني ولا انا شفتك ونزلت ورجعت على القاهرة وروحت على دكتور مصطفى كمال طلبة اللي دخلت وليس اخبطت على باب اللي قلت الحاجة اتضعين يا فروض اخي استلمت العمل قلت له اما يوخز يا دكتور انا مش جاي لك اتكلم عنك على حالتي انا بكلم علي فلان فلان قال لي ان انت قلت له من سندين روح استلم العمل وكان دكتور طلبة اللي قال له برضو ايوه هو نفس الرجم هو اللي قال لي مهدد طلبة اللي قال روه بالنفس السيناريو بيقول طين وقت هنا نفس السيناريو فانا اقول لدكتور انا مش جاي لتكلم عن حالتي انا بكلم علي فلان فلان الراجل بيقلي كذا وروح تقيله له لو في مكتبه وقا قال لي ايه بالزبط الكلام ان انا قلته لك دلوقتي العب ده كله وروح تقيله في مكتبه وانا قال انا بغددكتور انا مش هجلي لك اكلمك على حالتي ولا هعرف عمد كلمة انا حاجة من لتنين وقال لي لا اصلح لتو غير حالتك لكنه هو عايز يتنيقل من وزارة التعليم العالي للمركز الخاومي اللي بحث أنا أنا مش بتكلم على حالتي أنا بتكلم على حالة الرجل دي أنت قلت له رح استني من العمل وراح استني من العمل وإذ بقى إلسان محطم حاجة من الاتنين يا إما انت حللوا المشكلة دي وإلا لن أكن لك أزرر من الاحترام طول حياتي سلام عليك فروح تلقى في فوتر وخلص حل المشكلة بعد كده؟ لا الرجل مات بعدها بسنتين مات؟ مات في المشكلة أنه فقط ثوابه بعد كده فقط حياته مات في سات عالبي شاب عمره 28 سنة حاصل على دكتوراه في الفيزياء النووية يحولها النظام العسكري إلى مدر الصوت وضوء في معهد نائي هكذا يدمر النظام السياسي المستبد طاقات بلده ويحكم عليها بالموت الموت البطيء لأن المجتمعات مثل الأفراد تموت لكن المجتمعات تموت عندما تخبوا فيها الطاقات الحية التي يسميها شبنجلر الروح الروح التي تسرك الكهرباء في جسد الأمة مثل ما بيحدث اليوم في مصر اليوم أفضل شباب مصر وطاقاتها الإبداعية إما غادرت مصر إلى الخارج وبيستفيدوا منها برا أو مخلوكة في الداخل العسكري الذي يجلس على كرسي الحكم لا يفهم هذه المعاني لأنه لم يتعلمها في الكلية الحربية التي تخرج منها وعلى الأرجح لم يتعلمها في المدرسة ولا في البيت ولا في الأسرة العسكري الجالس على كرسي الحكم لا يفكر إلا في صناعة مجدة وأوسمته عايز يبقى بطل عايز يبقى صلاح الدين الأيوبي يشتيع الناس يذكروه ولا يدرك أنه يستنزف بلده بهذه الطريقة بيصنع مجدها الشخصية على حساب بلده ومستقبل بلده هذه قصة نموذجية تكررت آلاف المرات في كل بلد عربي خلقت حالة صخط في أوساط الشباب وأهاليهم كانت تنتظر حالة الصخط تنتظر الانفجار في أي لحظة من لحظات الزمن وقد انفجرت بالفعل في العام 2011 في شكل ثورات شعبية ما زالت لليوم مستمرة ثورات شعبية هي الأولى من نوعها في التاريخ العربي التاريخ العربي عمره ما شاف ثورات شعب كان فيه انقلابات عسكرية كان فيه ثورات من نوع ما في العصر العباسي أشبه بالثورات الشعبية لكنها كانت ثورات إما طائفية أو فئوية ما حدث بعد 2011 يشبه من ناحية معينة ما حدث في عام 1967 قبل عام 1967 كان الشباب العربي قد بنى صروحا من الآمال على خلفية خطابات المد القومي الذي تزعمه جمال عبد الناصر وهذا الرجل له وعلي بالنسبة لنا في اليمن استفدنا منه كثيرا ومن الجيش المصري يعني له فضل في حماية الجمهورية وتثبيت أركانها مهما كان يعني الرجل كان له يعني تاريخ سيء في جانب آخر كان الشباب العربي يفيض أملا وشوكا إلى التحرر من الاستعمار وهزيمة إسرائيل واللحاك بركب التقدم وكان أغلب هؤلاء الشباب يثك في قدرات الزعيم عبد الناصر وفي مبدأ الانقلابات العسكرية وصدق الشباب خطابات عبد الناصر التي وعدهم فيها بأن يرمي إسرائيل في البحر فلما وقعت الحرب وهزم عبد الناصر شر هزيمة أمام إسرائيل حدثت نكسة نفسية كبيرة لدى المثقفين والشباب العربي تشبه النكسة التي حدثت لشباب الربيع العربي الآن بعد فشل ثوراتهم أو بعد نجاح الثورة المضادة حتى أن بعض المثقفين آنذاك قد انتحر فيه المثقفين انتحروا بسبب هزيمة 67 وخيم اليأس والقنوط على عامة الشباب المصري والعربي أيامها هذا المزاج استمر لم يتحسن مزاج الناس إلا بعد الانتصار الجزئي لمصر في حرب رمضان 1973 بعدها بدأ العربي تنفسه شوية بدأ المصري يشعر بأن روحه عادت إليه يعني من المتوقع أن تحدث نكسة اجتماعية بعد كل هزيمة قومية أو وطنية إذا حصلت هزيمة هنا بتحصل نكسة اجتماعية وأمراض ومشاكل لكن هذه النكسة قد يكون تأثيرها مدمر على الشباب وعلى أهاليهم من ناحية وعلى المجتمع بكامله من ناحية أخرى لأنه خسائر الأفراد في المجتمع وانتكاساتهم بتتجمع الخسارات الفردية بتتجمع وتصبح خسارة كبيرة يعني جبل ما هو الجبل عبارة عن ذرات ولهذا لابد لنا جميعا أن نواجه هذه المشكلة بمنطقة التحليل العلمي حتى لا تستفحل وتقتل أرواح الشباب الشباب مصابين بالأحباط بالاكتئاب باليأس وحاصل الآن حاصلنا الشباب كثير وقعوا فريسا لهذه الأمراض المعرفة هي إحدى وسائل علاج الأمراض النفسية لأن الخطوة الأولى في علاج المرض هي تشخيصه بشكل صحيح وهذا ما نحاول أن نسهم به في هذه الحلقة لو كنت لشاب يائس اليوم لا تيأس يعني لو سويت نفسك حكيم ونصحت لا تيأس قد يكون الخير في جوف الشر سيسمعك وسيفهم معنى كلامك لكنه لن يقدر أهمية هذا المعنى إلا إذا كان صاحب تجربة جيدة في الحياة تؤهل الاستيعاب مثل هذه المعاني المعاني كانت تكون مفهومة لكن مش مقدرة وهنا المشكلة المشكلة أن أكثرية الشباب ليسوا أصحاب تجربة كافية في الحياة عمر الشاب قصير لا يكفي لمراكمة الخبرة لأن الخبرة الشيء غير المعرفة المعرفة كانت تكون معرفة باردة لكن الخبرة بيكتسبها الإنسان بالتجربة بأعصابه وبيحولها الحكمة ولهذا مهما ألقيت على الشباب نصائح وحكم وأمثال مأثورة سطرها أصحاب الخبرة في الأجيال الماضية فإنهم لن يستفيدوا منها إلا بقدر ضئيل لذلك إذا أردنا معالجة هذه المشكلة ينبغي أن نفكر في كيفية ردم الفجوة الفجوة بين العمر وبين الخبرة لدى الشباب وغيرهم بمعنى كيف يمكن تزويد الناس بالخبرة الكافية في زمن قياسي الشباب بحيث يتمكنوا من مواجهة الحياة بجسارة هناك لا شك معالجات كثيرة يمكن اقتراحها بعضها من مسؤولية الدولة بعضها آخر من مسؤولية صناع الثقافة في المجتمع لكن يعني بالذات صناع الدراما ونحن عندناش دراما ولا عندنا فنوم لكن إذا أنا هنا سأتحدث عن باب واحد فقط من أبواب العلاج النفسي هو باب العلاج بالمعرفة وهناك المدرسة الأخيرة الآن في علم النفسي المدرسة أظن المدرسة الثقافية من خلال تجربة الشخصية عندما كنت شابا سأتحدث هذه الليلة وأظن أنها تجربة ثرية يعني مليئة بالتجارب على ضوء هذه التجربة يمكننا القول أن الشاب لا يضعف أمام المشكلات والأحداث إلا عندما يراها أقوى منه وأكبر لما الشاب يشوف المشاكل أكبر منه أكبر من طاقة بيضعف وممكن ينهار أو عندما يراها في سياكها الجزء القصير مفصولة عن سياكها الكلي أو في حالة ثالثة عندما يكون في حاجة ماسة للشيء المطلوب يستعبده هذا الشيء إذن هناك ثلاث حالات تسبب ضعف الإنسان في الحياة من وجهة طبري تحتاج كل حالة إلى شرح مفصص ولنبدأ بمشكلة الرهبة مما هو كبير هذه الحالة الأولى الإنسان فطر تم تصميمه يعني بلغة العلم للحديث تم تصميم الإنسان على أن يخاف مما هو أكبر منه بشكل دائم حتى لو كان هذا الشيء بلا روح وبلا وعي مثل البنايات الشاهقة مثلا والسقوف المرتفعة والجبال وهذا أمر طبيعي ومنطقي ولا إشكال فيه إلا في حالة واحدة عندما يتوهم الإنسان أن المشكلة الفلانية كبيرة لا يستطيع التغلب عليها وهي في حقيقة الأمر صغيرة يمكن أن أسيطر عليها في هذه الحالة الشعور بالرهبة غلط المشكلة هنا في هذه الحالة بتكون في الوهم وليس في المشكلة النفسة الوهم هو نوع من أنواع المعرفة الزائفة مثل العملة الزائفة شكلها فلوس لكن هي في الحقيقة ليست فلوس وعلاج هذه المشكلة من ثم هو استبدال المعرفة الزائفة بمعرفة حقيقية على الشخص دائما أن ينظر إلى المشكلة في حجمها الحقيقي لا في حجمها الوهم لأنه قد يكون المشكلة حجما حجم حقيقي في الواقع وحجم وهم في الذهن في ذهن صاحبها والوهم ناتج عن أمرين عن ناقص الخبرة وقوة المخيلة الرومانسية خبرة الشباب تحديداً بتكون في العادة الضعيفة لأنها ثمرة عمر قصير وتجارب قصيرة والخبرة الناقصة الخبرة الناقصة لدى الشباب تترك فراغ كبير في العقل يملأه العقل بالجهل يملأه الجهل بالعقل بالأوهام الفراغ هذا اللي هو فراغ ناقص الخبرة بيتعبى بأيش؟ بيتعبى بالأوهام طبعاً العقل يحب أن يبني تصوراً واضحاً للمشكلات إذا لم يجد حقائق يبني بها هذه التصورات فإنه يلجأ إلى الأوهام يأخذ الطوب والحجارة من عالم الأوهام فتصبح الصورة في ذهن مركباً من مجموعة حقائق ومجموعة أوهام المشكلة بتكون في الأوهام لأنه عنده أول زلزال أول تجربة صعبة وكاسية عند الشاب بيسقط البناء على رأسه ويصيب بالاكتئاب واليأس لو كانت الحجارة كلها حجارة البناء هذا الذهني حقائق ما بينهرش البناء ومن ثم الشاب لا يصاب بمكروم هذا بالنسبة لنقص الخبرة ماذا عن قوة المخيلة الرومانسية كيف تتسبب المخيلة الرومانسية في أذية صاحبها المخيلة الرومانسية أقصد أنه احنا عندنا ثلاثة أنواع من الإدراك للأشياء إما أن تدرك الأشياء بطريقة كلاسيكية تقليدية مثل ما كان يدركها أبوك وجدك شوف الحياة أو بطريقة الرومانسية مثالية أو بطريقة واقعية وتكلمنا في حلقة ماضية عن هذه الأنواع من الإدراكات الثلاثة المهم والخطير هنا هو الإدراك الرومانسي لأنه يخلق لصاحب أوهام وأحلام وبعدين يكتشف أن الواقع مخالف لهذا الطموح فينصدم بالواقع ويتأثر ويصب باكتئاب أو غيره من الحالات النفسية حنتابع ونشوف ما معنى الرومانسية هذه الخطرة عندما كنا طلاباً في مرحلة البكالوريوس ندرس الأدب والنقد الأدبي عرفنا أن نسبة كبيرة من الأدباء الرومانسيين في أنحاء العالم ماتوا في سن مبكرة بأمراض لها علاقة بالحالة النفسية يعني واحد مثل جون كيتس هذا أبرس شعراء الرومانسية الإنجليز مات عن عمره 26 سنة واحد مثل لوتار يامون هذا أحد أهم ثلاثة الشعراء فرنسيين بجانب بودلير ورامبو هذا مات عن عمر 24 سنة أبو الكاسم الشابي أشهر رومانسي عربي أبرس شعراء الرومانسية العربية يعني مات عن عمر 25 سنة بمرض القلب الشعر الفرنسي نفسه رامبو اللي تكلمنا عنه قبل شوية مات عن عمر 37 سنة وهو أشهر شعر فرنسي بجوار بودلير وكلهم كانوا رومانسيين أو قريبين من الرومانسية حتى بودلير نفسه الفرنسي هذا لم يتجاوز 46 سنة يعني متوسط العمر عند وفاته القائمة الطويلة وهناك باحث أمريكي يدعى جيمس كوفمان يعني نشر دراسة في مجلة اسمها دراسات الموت مجلة عام 2003 هذا توصل فيها في هذه الدراسة إلى أن متوسط أعمار الشعراء أكلم المتوسط أعمار الكتاب الآخرين والأمر طبعا لا يحتاج إلى دراسة هو منطقي يعني إذا تعملناه شيء منطقي لأن الشعراء عموما وشعراء الرومانسية خصوصا يمتازون عن غيرهم من الناس بكونهم من المثقفين يعني يمتازون بكونهم أصحاب مخيلة قوية من ناحية وأصحاب شعور قوي من ناحية أخرى حساسين يعني المخيلة القوية سلاحظوا حدين إما أن تخلق إبداعا يثر الحياة من حولنا وإما أن تخلق لصاحبها أوهام تجعله ضعيف في مواجهة الحياة القاسية بطبيعتها أي واحد عنده بذرة شاعر يعني داخله عنده مشاكل المخيلة الرومانسية تصنع لصاحبها واقعا مزيغا غير الواقع الحقيقي الذي يعيش فيه ولذلك التاجر ليش بينجح؟ لأنه عندهش مخيلة رومانسية خالص التاجر ما يحتاجش خيان ما يحتاجش إبداع التاجر لو أصيب بفيروس الإبداع والمخيلة هذا يروح فيها على طول يعني يفلس المخيلة القوية مثل المراية المحدبة هذه المراية المحدبة تكبر الصورة وتجعل المشكلة الصغيرة مشكلة كبيرة والمشكلة القصيرة مشكلة طويلة ومتشعبة والإنسان الرقيق لما يشوف هذه الأمور بشكل زائف الإنسان الرقيق مرهف الشعور لا يكوى على مواجهة التحديات التي تحيط به وقد يسقط في منتصف الطريق وطبعا داخل كل شخص فينا شاعر رومانسي صغير حتى لو لم يظهر و يعني الشعر اللي داخل الإنسان هذا عذاب صوت الحل في هذه الحالة هو استبدال المنظور الرومانسي للحياة بالمنظور الواقعي يعني عملية معرفية الانتقال من المعرفة بواسطة المنظار الرومانسي إلى المعرفة بواسطة المنظار الواقعي للحياة السبب المعرفي الآخر لضعف الشخص أمام المشكلات والهموم هو الرؤية الجزئية للأمور هذا سبب ثاني لما الواحد يشوف الأمور في سياق جزئي لما يشوف أجزاء أجزاء ما يشوفاش كليات ما يشوفش المشهد بكامله يعني كل الأمور في الحياة يمكن النظر إليها في سياقين سياق جزئي بسيط وسياق كلي واسح يعني مثلا مشكلتنا في اليمن يمكن أن ننظر إليها في سياق محلي صغير سياق الصراع بين الأحزاب والقوى المحلية وهذا سياق جزئي بسيط ويمكن النظر إليها في سياق أكبر هو سياق الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران مثلا ويمكن أن ننظر إليها في سياق أكبر من ذلك هو سياق الصراع الدولي بين المحاور والكتل السياسية الدولية المتصارعة في الخفاء ويمكن أن النظر إلى هذه المشكلة في سياك أكبر من ذلك كله اللي هو سياك التاريخ والسنن الكونية للتحول الاجتماعي سياك فناء الأمم وصعودها وكلما وسعنا دائرة النظر أصبحت الرؤية كلية الشاملة والرؤية الكلية الشاملة تجعل القضية الجزئية في سياكها المحلي كضية صغيرة بسيطة يمكن التغلب عليها تهون لما توسع رؤيتك للمشاكل وتشوفها في مجال أوسع تهون عليك المشاكل تصغر يعني كما يقولون المصائب الكبيرة تهون المصائب الصغيرة والرؤية الكلية هي الرؤية التي يتبنىها الفلاسفة والمفكرون عادة هذه ميزة الفيلسوف والمفكر عنده قدرة على أن يرى الأمور رؤية كلية الشاملة تجعلك قوي أمام المصائب وأمام المشاكل لأنه يشوفها مرتافة زي هذاك اللي يطلع جبل يشوفها البيوت تحت الصغيرة جدا لأن الفلسفة هي ذروة المعرفة لما يكفي كمة الفلسفة كأنه يكفي كمة ناطحة سحاب يشوف الناس تحت الصغار يشوف الفيلسوف يشوفها المشاكل صغيرة يشوفها مشاكل الناس وكأنها تفاهات ويستغرب ليش بيزعله من هذا لأنه مطلع على التاريخ ومطلع على أحداث جسيمة ويقول لك إيش هذا اللي انتو فيه جنب اللي احنا نعرفه من التاريخ ومن الأحداث ولذلك الواحد لابد يبحث عن هذا المنظور منظور الغابة كما يسمونه اللي بيتبنىها الفلسفة ولهذا يبدو الفيلسوف صلبا غالبا يعني بيبدو صلب في مواجهة المشكلات الصغيرة أكثر من الشاعر على سبيل المثال كثيرا ما كنت أقول أن أفضل وصفة للعيش ومكاومة متاعب الحياة هي أن تعيش بكلب زاهد وعقل فيلسوف أو بكلب طفل وعقل فيلسوف هذه أفضل وصفة لأن كلب الطفل بريء أبيض خالي من الأحقاد خالي من الحسد من الغيرة اللي بتسوي مشاكل كثيرة للإنسان الغيرة والحسد أشبه بالثعابين تصورا تحطي داخل كلبك في عبان كم يجلس يلدغك ويعذبك كلب الطفل والزاهد خالي من هذا وعقل الفيلسوف يرى الأشياء الكبيرة صغيرة فأنت لو جمعت بين هاتين المعادلتين بتعيش مرتاح أما السبب الثالث والأخير لضعف الإنسان في مواجهة الهموم والتحديات فهو تعلق الشخص بالحياة الإنسان متعلق بالحياة شغوف بها محتاج إليها يطلب السعادة فيها وهذا سر مشكلته هنا سر المشكلة طلبك للحياة شغفك بها هو سر المشكلة وهذا ما اتفق عليه الزهاج جميعا في العالم بالفعل يبدو واضحا أن طلب الدنيا بشغف هو بوابة التعاسى لأن الحياة صممت بحيث تقاوم طموحاتك تقاوم رغباتك وخيالك وأمنياتك كل ما طلبت منها شيء تمنعت كل ما طلبت منها شيء زائد عن حاجتك وطموحك أعطتك كف وطبعا كف ورا كف لما تصيبك بالإرهاق والقنوط والإحباط وممكن تسقط لا يوجد حل هذه المشكلة سوى ذلك الحل الذي قدمه الدين وهو الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا لكن طبعا كلمة الزهد عندنا في الوطن العربي لها سمعة سيئة لأن عامة الناس يعتقدون أن الزهد هو الانصراف عن الدنيا وهذا خطأ هذا خطأ محر الزهد في حقيقته هو أن تقبل على الدنيا بعقلك لا بكلبك أن تجعلها في يدك لا في كلبك هذه وصفة ناجحة للمؤمنين بالأديان وغير المؤمنين بها مش بس الخطاب للمؤمنين المؤمنين وغير المؤمنين الزهد يصلح للاثنين يعني لأن المؤمنين إذا زهدوا بيتعزوا بالآخرة بيصبروا علشان في آخرة بينالوا فيها الجزاء أما غير المؤمنين يمكنهم الزهد في الدنيا على طريقة الفلاسفة الفيلسوف ينظر إلى الدنيا باستعلاء ويعتبرها تجربة تستحق التأمل أكثر مما تستحق الحزن مش شرط يكون المواطن فيلسوف طبعا يعني حنجيلها ممكن أن تتبنى في القضية الجزئية هذه موقف الفيلسوف ولو لم تكن فيلسوفا الفيلسوف ينظر إلى الواقع ضمن رؤيته للتاريخ يشوف الواقع هذا باعتبار الجزء من نهر طويل ضمن رؤية للتاريخ وكأن الحياة عبارة كما قلت عن نهر جاري له منبع هو الولادة وله مصب هو الموت وبين المنبع والمصب هناك مسافة قصيرة في حياة الإنسان قصيرة بمنظور الفيزياء وطويلة بمنظور الشهوة إذا أنت صاحب رغبة في الدنيا وعايز تعيشها بكل ملاذاتها بتصبح حياتك في نظرك طويلة أما لو شفتها من منظور فيزيائي من منظور فلسفي من منظور تاريخي حياتك تافية حياتك بسيطة جدا ما هي 20-40-80 سنة ما هي 80 سنة في عمر الكون 13.7 مليار سنة الشهوة أو الرغبة للدنيا تبطئ الزمن والعقل يكسرها هذه الميزان تلا ما تمشي بعد عقلك يخلي الحياة قصيرة لما تمشي بعد شهوتك بتخليها طويلة وبتتعب لاحظ أن الزمن يطول عندما تنتظر شيء يعني شيء يلبي رغباتك النفسية أو الجسدية عندما تنتظر الأكل مثلاً وانت جاوع أو عندما تنتظر شخص عزيز عليك في هذه الحالة تشعر أن الزمن يمر ببطء وعندما تجل يعني تضطر الجلوس مع شخص ثقيل الطبع ثقيل الظل أيضاً تشعر أن الزمن يمر ببطء زمن طويل لكن لما يعني تنتظر حبيب لا تشعر أن الزمن برضو برضو في الانتظار زمن طويل لكن عندما تجلس مع الحبيب نفسه الزمن يكسر ولذلك قالوا أن الزمن نسبي يختلف طولة بحسب حاجة الشخص له ليس مطلوباً منك أن تهمل الدنيا وتركلها وراء ظهرك مطلوب أن تركلها وراء كلبك وتمشي فيها بعقلك بعقلك قبلك قدميك ليس من الزهد أن تكون رث الهيئة قليل المعرفة قليل النظافة والنظام هذا مجزهد الجهن والكذارة وعدم الاهتمام بالجمال ليس من مظاهر الزهد هذا من مظاهر الكسل النفسي والذهني والانسحاب من الحياة هذا اسمه انسحاب ولا ينسحب من الحياة إلا جبان الزهد الذي أتحدث عنه هو وصفة عقلانية تساعد على مقاومة الوهم الذي تصنعه مخيلاتنا أو الذي تصنعه شهواتنا هذا هو الزهد الانشتية وهذا الوهم هذا هو الوهم الذي يؤذينا ولا يسعدنا كما تقول التجربة إذن المعرفة هي أحدى وسائلنا أو وسائلنا في الدفاع عن النفس ضد متاعب الحياة وهمومها بشرط أن تكون معرفة حقيقية لا زائفة لا أعني بالمعرفة هنا المستوى العالي الذي يمتاز به الفلاسفة والمفكرون لا معرفة حقائك أقصد معرفة حقائك المشكلات أو الأشياء والقضايا التي تسبب لنا الألم والخوف هذه هي المعرفة مش شرط يكون عندك معرفة فيلسوف وهذه معرفة ميسرة لكل الناس يستطيع الإنسان البسيط بكليل من التأمل والاختلاء بالنفس يختلي مع نفسه كل واحد يحتاج يختلي مع نفسه شوية يتأمل الحياة يتأمل المشكلة التي يتواجهها ويحللها ويشوفها في حجمها الحقيقي وهذا يخفف ضغط مشكلاته معرفة الحجم يخفف من وطعة المشكلة لأنه إحنا أحيانا قد نصور لأنفسنا نتائج غير واقعية وغير حقيقية للمشكلات إذا حصل كذا هيحصل كذا طيب يمكن ما يحصلش هذا خلق واستباك للزمن يقول المثل الأمريكي لا تعبر الجس قبل أن تصل إليه بعض الناس يعبر المستقبل قبل أن يصل إلى المستقبل ويخلق أوهام وهنا يطل سؤال بالمناسبة يطل سؤال خطير على الذهم بالنسبة للمسلمين هذا السؤال يقول إذا كانت المعرفة الجيدة وإذا كان زهد القلب في الدنيا والرؤية الواقعية إذا كان هذا كله يكوي صاحبها في مواجهة التحديات وفي مواجهة الظروف القاسية فكيف يضعف بعض الأنبياء أمام مشاكل الحياة واحد منهم يفقد بصرة بسبب مفاركة ولده الأنبياء هم صفة الناس وأكثرهم معرفة بالحياة لماذا إذن يضعفون أمام مشاكل الحياة إذا كان النبي نفسي يضعف أمام الهموم فكيف نطلب من الإنسان العادي أن يصبض ويعبر الجواب من وجهة نظري الحقيقة أنه السؤال مهم لا بد أن نتوقف عندك كليلا حتى لا نترك ثغرة في الموضوع ينفذ منها شيطان التفاصيل شيطان الجهل طبعا أنا أميل عادة إلى التركيز على الجانب البشري في شخصيات الأنبياء علشان نكسر هالة القداسة الشركية التي أطفاها عليهم المتدينون المتدينون دائما يحولون الناس الفضلاء والأنبياء الصالحين إلى كائنات مقدسة مع الوقت يعني تلقى الحبيب الجفري عندما يذكر النبي يبكي عندما يذكر الله ولا عنده أي مشكلة لأنه هيبة النبي في قلبه وفي وجدان أكبر من هيبة الله هكذا الصوفية صنعت من النبي إله آخر بجانب الإله أنا في العادة أحب أن أركز أو أصلط الله على الجانب البشري في حياة النبي إلا أن قصة النبي يعقوب وحزنه على ولد يوسف لا تمنحنا هذه الفرصة وسنرى ذلك من خلال مواجهة السؤال بسؤال آخر يقول هل كان حزن النبي يعقوب نابع من تعلقه بالدنيا؟ أو من جهله بأحوال الدنيا؟ أو أنه كان حزنا من نوع آخر؟ الإجابة كما أراها هو حزن من نوع آخر حزن يعقوب على ولده نابع من فيض الشعور بالرحمة والحب في قلب هذا النبي لا من فيض التعلق بالدنيا لأنه المال والبنون زينة الحياة للدنيا هو مش متعلق بال لأنه يعقوب كان يعلم أن يوسف على كيد الحياة هذا ما لم ينتبه إليه المفسرون يعقوب كان يعلم أن ولده على كيد الحياة وكان يعلم أنه سيلتقيه يوما ما لكن هذا اليوم بعيد على بعد عقود وهذا سر حزن وألمه ولو أن يوسف مات لو أنه مات فعلا لما حزن عليه يعقوب كان خلص يعني الموت رحمه وسلوان أما أن يكون الولد ابنك على كيد الحياة في مكان ما لا تعرفه ولا تستطيع الوصول إليه الشعورك هنا يختلف حزن يعقوب هو تعبير كما قلت عن فيض الرحمة في قلبي وليس من باب الحزن على ملذات الدنيا وهو أيضا حزن نابع عن معرفة لا عن جهلك بقلت لأنه كان يعلم أن يوسف سيغيب عن عينيه منذ أن خرج مع أخوته لأنه كان 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 تفهم الرؤية استوعب الرؤية التي رواها له يوسف من قبله قال لا ترويهاش لأخوتك لأنه يعلم علم ما في الرؤية وعلم أنه سيلتقي بيوسف لقاء الرعية بالوزير وسيسجد له سجدة الاحترام المتعارف عليها في ذلك الزمان يعني إحنا أمام نوع من الحزن نبيل وضعف بشر محمود قصص الأنبياء ما زالت مواد خام لم يكشف عن أسرارها كاملة بعد ومن ثم لم نفد منها فائدة كافية بل أن بعض التفسيرات قد سببت للوعي الإسلامي تشويشا ضارا وهذا ليس حديثنا الآن لكن على الطريق حتى لا نترك ثغرات تطرقنا إلى هذه الشبهة حتى لا ينخرم علينا تنخرم النظرية التي تحدثنا بها أظن أنه الفكرة اكتملت إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أرجو أنا ألقاكم في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا